السلام عليكم متابعي قناة كلاكت ميديا أهل و سهلا بكم في فيديو جديد في فيديو اليوم حنتكلم عن مسلسل الهبى الجزء الخامس الحلقة 3 خلونا نبلش في البداية فواز بروح بقابل الشايب و بحكي خلينا نلم الموضوع أحسن ما يجي الجيش و يتدخل و بيسأله كم بدك دية لسخر والشايب بعصب و بقوله سخر ما بيتخد له دية و جبل رح يقتلكم واحد واحد وبعدها شرطة بتكلم جبل و بتقوله شو حلته الموضوع و جبل بقوله لا ما بينحلغر بالطار والقانون تبعكو لناس وناس و شهين بيجمع العشائر عشان يوضح سبب اختفاء أبو فارس و بيحكي لهم إنه أبو فارس خاين و في مشهد تاني بكون جبل قاعد لحاله و بيجي واحد من الرجال فواز عشان يقتله لكن واحد من الرجال جبل بيقدر يقتله و بمسك الشخص التاني اللي كان معاه و جبل بيسأله وين الخمسة مجتمعين و الشخص بقوله إنهم مجتمعين في الجبل و ولاد أبو فارس بروحوا لأخوهم فارس بالسجن عشان يحكوا إنهم ما قدروا يرجعوا أبوهم و فارس بعصب عليهم و بقولهم روحوا من وجهي و هم مروحين و بكون في واحد سكران و بقرر يروح على الهيبة و يتخفي الشوارع الهيبة لكن ما حدا برد عليه و نشوف في لكتة تانية سليم بكون نايم و بيصحوه مفزوع و بتيجي رسالة قابلني عند الدفاية و بروح هناك و بتنزل جث من الدفاية و هذا كان فيديو اليوم بتنيني كون الفيديو عجبكو لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو و ادعمنا باشتراك في القناة اشوفك الفيديو الجاي السلام عليكم اشتركوا في القناة